قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنه مصمم على تدمير كافة البنى التحتية لحزب الله وعلى إبعاده عن الحدود وتغيير الواقع الأمني وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم ترجمة نانسي قنقر لقد أعددنا مقاتلين لهذا اليوم وسنفعل كل ما يلزم هنا حتى نكمل المهمة سنغير الوضع الأمني هنا وسنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بسرعة وبأمان من بيروت المحلل والناشط السياسي زياد عبدالصمد ينضم إلينا مرحبا بك أستاذ زياد ماذا يحدث في لبنان معروف ولكن ما مستقبله للأسف كل المؤشرات تدول أن المستقبل ليس واعدا فيما يحدث في لبنان فالأطراف المعنية مباشرة بالاقتتال بالحرب يبدو أن هناك نوع من التصميم أنه بالاستمرار بالاقتتال الجانب الإسرائيلي والذي توسع في تحديد أهدافه من عملية عسكرية لضمان أمن سكان الشمال وبالتالي عودتهم إلى منازلهم إلى تدمير البنية التحتية لحزب الله بالكامل وهذا هدف قد يكون بعيد الأمد لأنه لا يطال فقط المناطق الحدودية ولكن أيضا يطال العمق اللبناني ونحن نرى أن العمليات العسكرية قد توسعت لتطال كافة المناطق اللبنانية إن كان على مستوى البنية التحتية ومخازن الأسلحة والمواقع التي يستخدمها حزب الله أو حتى استهداف الأشخاص والعناصر في كل المناطق اللبنانية فإذا هذا هدف بعيد المدى ولن يتحقق على المدى القريب بالمقابل حزب الله مدعوما من إيران واضح جدا أنه هناك تصميم في استمرار القتال حتى وقف القتال في غزة كما بشرنا اليوم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاصم رغم أنه وهذه المفارقة رغم أنه السلطة السياسية في لبنان منذ أسبوع أعلنت موافقتها على فصل المسارات بين ما يجري في غزة وبين القتال في لبنان والعمل من أجل وقف اطلاق النار وإرسال الجيش إلى الجنوب والتزام بالقرار 1701 فتأتي من قبل حزب الله والقيادة الإيرانية رسائل معاكسة لذلك ما يعني أنه ما زلنا الآن نراوح مكاننا في موضوع الاقتتال طيب أستاذ زياد كلام نعيم قاسم ألا يمكن أن تكون القراءة فيه بأن الرجل يجب أن يتحدث بهذا السقف الآن من أجل أن يحصل على وقف اطلاق النار باعتبار أن بنية الحزب ضربت ووضعه ليس على ما يرام وبالتالي تأتي الأمور هكذا أو لا بالفعل هناك قرار من إيران ومن حزب الله بأن الأمور حتى أن تصعدت أكثر فالأمر على الواقع سيكون بهذا الشكل لو كنا نحن متأكدين أن حزب الله هو صاحب القرار كان ممكن الواحد يفكر بشكل منطقي ويقول أن ما تعرض له حزب الله وما تتعرض له بيئة حزب الله وما يتعرض له لبنان بشكل عام كان كافي لحتى الواحد يعد النظر بخياراته وبالتالي يبدأ يبحث عن مخارج وصاعتها ممكن يكون في قرار سياسي في لبنان يساعده على إيجاد مخرج مشرف ولكن بقرار إنهاء القتال ولكن نحن نعرف تماما وخاصة عبر عنه وزير خرجية إيران ورئيس مجلس الشورى في زياراتهم المتكررة لبنان وفي لقاءاتهم مع المسؤولين والقيادات السياسية في لبنان إنه إيران مصممة على استمرار القتال وإنه نحن مستعدين أن ندعم حزب الله وبنيت حزب الله وأن ندعم لبنان لكي يستمر في هذه المعركة فإذن القرار ليس في لبنان القرار أصبح في مكان آخر ونحن نرى أساسا تماما التراشق السياسي بين إسرائيل من جهة وبين إيران من جهة وبالتالي ساحة الصراع الأساسية اليوم بين إسرائيل وبين إيران أو كل بين الأمريكان وبين إيران عم بتصير على الساحة اللبنانية وفي غزة طبعا طيب أنا أعيدك إلى 2020 سيد زياد يعني أنت تحدثت وكتبت طريق لبنان إلى التعافي والآن إذا ما أردنا أنا وأنت ولبنان أن يمضي بهذا الطريق أو يخطو أول خطوة ما هي؟ كيف ستكون؟ بالـ 2020 كان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية مالية حادة جدا وبالتالي كان فيه ضرورة لوقفة جدية وعميقة لإعادة النظر بالخيارات الاقتصادية والمالية وبالتالي القيام بورشة إصلاحات جدية لكي يخرج لبنان من الأزمة واللي عمليا هذا لم يجري منذ العام 2020 وما زلنا حتى الآن نعيش هذه الأزمة والدوامة نحن نعرف أنه معدلة التضخم وانهيار العملة اللبنانية وبالتالي التراجع للإنتاج والاقتصاد وكل هذه الأضايا وانعكسه على القطاع المصرفي وانهيار القطاع المصرفي بالكامل فإذا لا يمكن أنه ينهض لبنان كان بدون ما يصير في بعض التدابير التي تلكأت الحكومة نتيجة صراعات داخلية أنا برأيي ونتيجة عدم التوافق على الأولويات وصراع مصالح بين أصحاب المصارف والمسؤولين المباشرين عن هذه الأزمة وبين مصالح المجتمع اللبناني فإذا طريق لبنان للتعافي كان كثير واضح أنه نحن بحاجة إلى إدراج بعض الإصلاحات مننا إعادة هيكلة القطاع المصرفي مثلا إعادة النظر في طبيعة الاقتصاد وفي تحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج وتقليص الاقتصاد المالي وتدخل يعني على الأليل يكون في شوية شفافية في إطار إدارة السياسات المالية ما من أمل أستاذ زياد الآن باعتبار أن الظرف استثنائي الآن يعني منذ 75 ولبنان لم يهنى حرب تلوى أخرى هل يمكن إقناع حزب الله بالعنصر الرئيس الذي يطالب به الكثير من اللبنانيين في مسألة تطبيق القرارات الدولية وتسليم السلاح للجيش مثلا أن يكون الجيش جيش البلاد هو من يتصرف هو من يأخذ القرار لك أنا أشرت في البداية أنه للأسف أنه موقع القرار ليس محلي وبالتالي كل المؤشرات لو كان هناك نوع من القدرة على أخذ الخيارات على المستوى المحلي أخدا بعين الاعتبار الواقع المعاش في البلد كان ممكن الواحد يراهن على إمكانية فتح حوار وبالتالي التوصل إلى خيارات مشتركة تفيد مصالح كل اللبنانيين ولكن للأسف القرار ليس في لبنان الآن القرار موجود بمكان آخر مخطوف لبنان يا أستاذ زياد في صراع أقليمي